ايه اللي حصل ايه التعويم مين المستفيد يا جماعة حالة الهستيريا اللي موجودة في مدينة الانتاج ترويج الوهم الزيادة وانا هتحدى بالمناسبة حد من كل دول انه يطلع يناقشني في التلات نقاط دول يعني انا جبت تلات عوامل كده تلات حاجات مجردة ارقام مجردة بعيدا عن اي تحبيش حواليها سعر دولار قصود سعر دولار مفيش اسعار بترخص وعدد الفقر زاد بما انه اذا خلاص فعلل ليه يا جماعة ده كان بيحصل لان يمكن انتو فشلة يمكن مش عارفين تديرو يمكن الظروف اكبر منكو يمكن مش قد الشيلة او يمكن الشعب المصري طماع او يمكن الزيادة السكانية او يمكن اهل الشر او يمكن قنوات الخارج او يمكن الحرب الروسية الاوكرانية او يمكن كورونا او يمكن حرب غزة او يمكن خرم الازون ما هو ممكن يبقى حاجات كده وحاجات كده فانت نمع الجنب اللي رياحك في الاخر عايز تقتنع باللي النظام بيقوله لك وبيروجه والكذب اللي قالوه في 2016 واللي بيقوله النهاردة الصبح تاني بنفس البجاحة بنفس الطريقة انت حر عايز تشوف الارقام وايه اللي حصل من وقت ما سيء الذكر مسك المسئولية لحد النهاردة وتعرف ان هم بيوقعوك في فخ جديد برضو انت حر في الاول وفي الاخر احنا نعرض لحررتك الارقام والحقائق والتحليلات الاقتصادية وانت في الاخر احكم وشوف انت عايز تعملي الخبر الاول اللي صحينا عليه النهاردة الشرق بلومبرج بتنقل عن البنك المركزي المصري انه بيرفع اسعار الفايدة 600 نقطة عشان يكبح جماح التضخم وبينشر بيان على موقعه بيقول ان التضخم يتخطى المعدل المستهدف والمعلم من قبل البنك المركزي 7% خلال الربع الرابع من عام 2024 بيتكلموا انه ارتفاع اسعار الفايدة بهذا الشكل العنيف يعني انه سيكون انك تحر كامل لسعر الصرف وده فعلا اللي حصل بعدها بدقائق في الخبر التاني اللي نشروا موقع الشرق بلومبرج ايضا مصر تخفض سعر الجنيه الى مستوى قياسي عقب رفع الفايدة المفاجئ خلاص رسميا سمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الجنيه لاول مرة منذ 14 شهر مقابل الدولار الامريكي عقب الخطوة المفاجئة برفع اسعار الفايدة بنحو 600 نقطة سعر متوسط الصرف كان 47 جنيه لكل دولار في اكثر من 10 بنوك مصرية حوالي ساعة 12 الظهر وده يعني ارتفاع في نسبة الدولار بنسبة 53% كويس وبيتكلموا عن التاريخ بتاع التعويم حلوة اول السؤال الاول انا هنا عايز اقرالكو تويتا لشخص من الناس سيئي الذكر من غير ما اقول اسمه يعني انتو هتعرفوا على طول بص يا سيدي بيقولك انه فين البنود اللي كان كتبها اه اللي حصل الاجراءات اللي خدها البنك المركزي معناها توحيد سعر الصرف اختفاء قصري للسوء السوداء الموازية عودة تدفقات عائدات المصريين في الخارج انتظام دخول عائدات السياحة والتصديل للقطاع المصرفي نهاية عصر الدولارة عودة تدفقات لاستثمار العربي والاجنبي بعد توحيد سعر الصرف سرعة تخلص القطاع العائلي من الدولارات الموجودة خارج القطاع المصرفي انتظام حركة الاستيراد انتظام حركة استيراد السلع والاعلاف عودة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري سيكون هناك أسبوع من الارتباك يعقبه استقرار تام مع تحقيق النتائج السابقة بغض النظر عن أن هذا النعقط هو نفسه اللي كان بيشكك قبل كده وبيبشرنا بأن الدولار بينهار وأن السوق السوداء بتختفي في الأيام اللي فاتت والدولار بينهار يا جماعة بقى ب 47 يا جماعة في السوق السوداء بقى ب 45 نزل تحت الاربعين الدولار ينهار الخير جاي طيب لو أنت بتبشرني بقى لك أسبوعين بأن الدولار ينهار في السوق السوداء ونزل تحت الاربعين النهاردة إزاي بتبشرني أن الخير جاي لما الدولار في البنوك بقى ب 52 يا جماعة الخير بالعقل والله أنت بقى لك أسبوعين 3-4 بتقول لكل الناس اللي بتقول التعويم هيحصل أنتوا كدبين أنتوا أفقين أنتوا خوانة أنتوا أعداء الوطن جميل بعدين بتقول لي بتبشرني شفتوا بقى يا مضاربين شفتوا يا إخوان شفتوا يا قنوات شفتوا يا مش عارف مين ياللي بره ياللي جوه الدولار بينهار الانهيار في اللغة العربية يعني إيه يعني الانخفاض أو حالة من حالات الدمار أنت بتنهار بشكل كامل طيب لما أنت بتقول لي أن الدولار بينهار فأنا رابط الانهيار ده بإيه بأن سعر الدولار بينزل فلما كان في السوق السوداء بـ 72 بقى 55 بقى 47 وبعدين بشرتوني أنه نزل تحت الـ 40 فإحنا ارتحنا قلنا أنه على أقصى تقدير لما تعملوا التعويم بدل ما هو 31 يبقى 35 خلاص ويبقى ده كده السعر اللي هو ما بين السوق السوداء والمشعار في طالما أنتو سيطرتوا على السوق السوداء لكن بنفاجأ جميعا بحاجة غريبة جدا أن أنت بتعلن للتعويم وبعدين بلاقي الدولار الركب الساروخ ووصل 52 وبعدين أنت يا نفس الشخص يلي كنت بتقولي أن الدولار النهار طالع تهلل أنه بقى 52 طب يا جماعة أنتو بتعملوا ده إزاي يعني أنتو بتعرفوا تعملوا التوليفة دي إزاي فده أمر كان غريب جدا طيب هل اللي حصل النهاردة خطوة إيجابية ولا خطوة سلبية هل اللي حصل النهاردة في صالح مصر ولا ضد مصر هل اللي حصل النهاردة في صالح الأمن القوم المصري ولا ضد الأمن القوم المصري هل اللي حصل النهاردة في صالح الشعب المصري والمواطن المصري ولا ضد مصلحة الشعب المصري والمواطن المصري مين الوحيد اللي نقدر نسمع له في ظروف زي دي المصدر الرسمي الأوحد والأقوى والأول والأكثر تأثيرا مين فخامت الرئيس سيء الذكرى عبد الفتاح السيسي الراجل ده في شهر يونيو 2023 كان بيمارس ضد ضغوط من صندوق النهاردة الدولي عشان يعوم العملة فطلع في فيديو تاريخي يعلن موقفه وموقف الدولة المصرية من تعويم الجنيه اللي الدولار فيه ممكن يوصل من 30 ل50 وافتك الرقم 50 ده كويس لأنه عدى الخمسين النهاردة الصبح تعالوا نشوف السيسي رأيه وإيه في قهار التعويم النهاردة عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وأن الشعب المصري ده فيها لا 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 المكلم بجأ هذا الموضوع أنا بقوله على الهوى عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن نضيعهم لا نحن نعودش ببكانة لا 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 ما نقدرش حتى هو كلام ده يتعرض مع آه حتى هو أمم ليه أمم ليه اسمعوا كلنا فيمنا 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 طبعا أمم الموضوع لأن أنا رجبتي مسالين واضحين ددا إيه رأيك موسيقى